اشتركوا في القناة يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد في هذا الزمان كثرت الفتن واشتد الكرب وعظم الخطب على الأمة وكثر الهرج والمرج وأصبح الحليم حيراناً افترقت الأمة شيعًا وأحزابًا كل حزبٍ بما لديهم فرحون وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ستفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة واحدةٌ في الجنة وثنتان وسبعون في النار وقد ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفرقة الناجية هي الجماعة وفي حديثٍ آخر هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله الأمة تفترق على ثلاثٍ وسبعين فرقة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والناجية هي فرقةٌ واحدة التي سارت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه أما الثنتان وسبعون ففيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع وكلهم على خطر لكن الناجية السليمة هي التي سارت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه كما جاء في الحديث من كان على ما أنا عليه وأصحابي وفي اللفظ الآخر هي الجماعة يعني هم الذين اجتمعوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته انتهى كلامه رحمه الله وقد ظهر الافتراق في العقائد بعد عصر النبوة ثم نشأ عنه شرٌ عظيم إلى عصرنا هذا فتغيرت أسماء الفرق مع بقاء معتقداتها وانتشرت في بلاد المسلمين بمسميات مختلفة ما أنزل الله بها من سلطان فجاسوا خلال الديار وأفسدوا ودعوا إلى الإفساد ودمروا ودعوا إلى التدمير وثاروا على الأئمة وخرجوا وبغوا عليهم وخلعوا بيعتهم وبايعوا من نصبوه مرشدا لجماعتهم وثوراتهم ولبسوا على شباب الأمة ودلسوا عليهم للوصول إلى مآربهم في السلطة فجعلوهم وقودا لنار الثورات كل ذلك تحت شعارات ومسميات مختلفة كالإخوان المسلمين وجماعة النصرة والقاعدة وداعش حزب الله وأنصار الله وتنظيم الدولة إلى آخر الأسماء الأسماء مختلفة والهدف واحد والتقارب بينهما لا يخفى على ذي لب وقد ساعد على تسويق هذه الأحزاب والجماعات ونشرها في بلاد المسلمين وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والفضائيات ذات المآرب الخبيثة في حين كنا نعيش وحدة الصف في ظل عقيدة أهل السنة وجماعة فوجد فينا ومن أبناء جلدتنا من يحرضون الناس على الخروج عن الولاد وشق عصى الطاعة ومفارقة الجماعة ونزع البيعة من أعناقهم وهذه العمر الله من أعظم الفتن لأنها تهدد الوحدة والاجتماع والألفة والأمن أعظم ضرورات الناس في حياتهم وهذه الأحزاب والجماعات كما رأينا من أسمائها انطلقت من منطلقات يظن أنها شرعية لأنها لبست لبوس الحق والشرع والجهاد ففتن بها شباب المسلمين فانضوا تحت لوائها فصاروا يكفرون ويفجرون ويدمرون في بلاد المسلمين ويقتلون الذميين والمستأمنين ويخربون في بلاد المسلمين وغير المسلمين حتى نسب الإرهاب إلى الإسلام والمسلمين بسببهم زورا وبهتانا فاحتلت بلاد المسلمين واستهزئ برسول الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كل هذه وغيرها قواصم في فقار الأمة الإسلامية لا بد لها من علاج وذلك ببيان المنهج الصحيح والطريق السليم الذي يكمن في نصوص الوحيين الكتاب والسنة وإن الناظرة نظرة فاحصة لكل ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم في عقولهم وأفكارهم وأبدانهم في أمنهم وإيمانهم يجد أن ذلك مؤسس له ومؤصل في مبادئ الشريعة وقواعدها وأصولها والحق أن كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد منهجا للخروج من هذه الفتن ومن أعظم الحديث التي تعد مخرجا في الفتن المدلهمة والنوازل والخطوب حديث عظيم تضمن أصولا ومعالم كثيرة من يتدبره ويتأمله ويعمل ذهنه بصفاء في مضامنه يجد أنه شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين والنصح البالغ والشفقة على أمته إنه حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال فهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن فقلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني أن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عب بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك وورد الحديث في صحيح مسلم بلفظ قلت فهل وراء ذلك الخير من شر قال نعم قلت كيف يكون قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنة وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وفيما يلي نعرض بإيجاز ما وعدنا به في عنوان هذه المحاضرة قواصم الأحزاب والجماعات والعواصم منها فالقاصمة الأولى من قواصم الجماعات والأحزاب تفتيت وحدة الأمة وجعلها أحزابا وشيعة ما هو العاصم من ذلك هو التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا رجعنا إلى كتاب الله نجد من الآيات ما يدعو إلى الاجتماع ونبذي الفرقة ومنها قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فانقذكم منها فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقوله تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُونَ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهُ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُومِ إِلَيْهِ الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيدُ وَإِذَا رَجَعْنَا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ما رواه عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه قال صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنا أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع عبد الله بن مسعود ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنا ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بميناء ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه صلى في ميناء خلف عثمان أربعا فقيل له عتبت على عثمان ثم صليت أربعا قال الخلاف شر وعن عبد الله بن عمر قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلف في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تظلوا بعده فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تظلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغوة والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغاطهم قال ابن حجر رحمه الله أي أن الاختلاف كان سببا لترك كتابة الكتاب وفي الحديث دليل على أن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير كما وقع في قصة الرجلين الذين تخاصما فرفعا تعيين ليلة القدر بسبب ذلك وعن قتادة رحمه الله قال إياكم والفرقة فإنها هلكة وقال المقبلي رحمه الله وأي فتنة أشد من الخلاف بل هو أصل الفتن نسأل الله السلام ويقول شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى وبلاد الشرق من أسباب تصليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها ويقول أيضاً وهذا التفرق الذي حصل من الأمة هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب وقال الشاطبي رحمه الله فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذنب البدعة وكثيراً من الحاديث أشعرت بوصف لأهل البدعة وهو الفرقة الحاصلة حتى يكونوا بسببها شيعاً متفرقة لا ينتظم شملهم بالإسلام وإن كانوا من أهله وحكم لهم بحكمه القاصمة الثانية من قواصم الأحزاب والجماعات قتل المسلمين والمستأمنين والذميين أو التسبب في ذلك بدعوى الإصلاح وإقامة دولة الخلافة ومما يعصم في ذلك ما تضافر من نصوص الوحيين على تحريم قتل معصوم الدم أو التسبب في قتله عمدا وأوجبت في قتله خطأ ندية ومنها ما رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربوا بعضكم رقاب بعض رواه البخاري فقد خطب فيهم وحذرهم أن يرجعوا بعده كفاراً يضربوا بعضهم رقاب بعض وذلك بأن تحملهم العداوة وذلك بأن تحملهم العداوة والبغضاء فيما بينهم على استحلال بعضهم دماء بعض وقيل يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام علم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد وفاته يعني إذا فارقت الدنيا فاثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى ولا تحاربوا المسلمين ولا تأخذوا أموالهم بالباطل وقيل لا تكن أفعالكم شبيهة وقيل لا تكن أفعالكم شبيهة بأفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما أخرجه البخاري يقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا فيه تحذير من قتل المعاهدين وأنه لا يجوز قتل المعاهد من تم له العهد لا يجوز قتله إذا عاهد ولي الأمر إذا عاهده ولي الأمر ودخل في الأمان أو أعطي عهدا أو وافق على أخذ الجزية منه لا يقتل بل يجب أن ينضى له العهد فالمسلمون على شروطهم والواجب عدم إخفار العهد ولهذا قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة هذا وعيد عظيم فالواجب على من أعطاه ولي الأمر العهد والذمة سواء بجزية أو بغير جزية ألا يخفر وإن يبقى له عهده وذمته حتى يخفره حتى يخفره حتى يخفره انتهى كلامه رحمه الله ومن القواصم الأحزاب والجماعات التحريض على قيام الثورات في البلاد الإسلامية وخلع البيعة والخروج على الأئمة ومما يعصم من ذلك ومما يعصم من هذه البلية توجيه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عن حين سأله هل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تعمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عرض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك وورد الحديث في صحيح مسلم بلغ قلت فهل وراء ذلك الخير من شر قال نعم قلت كيف يكون قال يكون بعدي أئمة قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بالسنة وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ما لك فاسمع وأطع قال ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور لأنه وصف الطائف الأخير بأنهم دعاة على أبواب جهنم وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة وقال الكرماني رحمه الله فيه الإشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه إذا كان إمام وإن كان ظالما عاصيا والاعتزال إن لم يكن وفي حديث الدوسي قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان رواه البخاري القاصمة الرابعة من قواصب الأحزاب والجماعات مبايعة مرشديهم على خطط عمل يسيرون عليها للوصول إلى مآربهم دون الرجوع إلى الكتاب والسنة وتكفير بعض هذه الأحزاب والجماعات من خالفهم واستحلال دمه ومما يعصم من ذلك لزوم منهج الكتاب والسنة في الدعوة إلى اتباع الصراط المستقيم وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون قال ابن مسعود رضي الله عنه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيم وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إسناده صحيح قاصمة الخامسة من قواصم الأحزاب والجماعات تشكيك هذه الجماعات والأحزاب في علماء الأمة الربانيين ووصفهم بعلماء الصلاطين ليسقطوهم من أعين الشباب وتخل العقول والأفكار لهم بتلويثها وبث سمومهم فيها ومما يعصم من ذلك بإذن الله تعالى ربط الشباب بأئمة الهدى ومصابيح الدجة وبمؤلفاتهم وفتاواهم ومنهم أئمة الدعوة ومن سار على نهجهم أهل السنة والجماعة يقرؤون عليهم ويصدرون عن فتاواهم المبنية على الكتاب والسنة ومنهم أيضاً هيئة كبار العلماء بلجنتها الدائمة الإفتاء في هذه البلاد المباركة وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بياناً حول هذا الموضوع يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من الشهر الثالث عام الف واربعمائة واثنين واربعين الموافق للعاشر من الحادي عشر من العام عشرين عشرين ميلادي وضعت فيه النقاط على الحروف وبينت ما يجب بيانه للأمة ولولا خشية الإطالة لتلوته عليكم أسأل الله الكريم أن يتولانا بعفوه وعافيته وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يرين الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا من كل سوء ومكروه ويرد كيد الكائدين وحسد الحاسدين ويجعل تدميرهم في تدبيرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة